السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم نبيل كستان وفي فيديو الجديد أسف هذا الفيديو سيكون فقط بالصوت غير مصور وهذا لبساطته وأيضا لأهميته القصوى بالخصوص في هذه الأيام أيام الارتفاعات في سوق الكريبتو وأسواق المال فسنتقلم اليوم عني البيتكوين هل سوف يرتفع في هذه الأيام إلى الـ 52 ألف دولار كما يقول بعض المحللين أو سوف ينتر إلى الـ 32 دولار وأيضا بعض المحللين يقولك أنه سينزل البيتكوين إلى الـ 32 دولار وهذا تحليل أيضا يجب أخذه بعيني الاعتبار لكن في هذه الحلقة إن شاء الله سأعطيكم هل فعل سيكون البيتكوين عند الـ 52 ألف وخمسمائة أو سوف ينزل إلى الـ 32 ألف وخمسمائة كل هذا إن شاء الله ستشاهدونه في هذا الفيديو لكن لا تنسى أن تشارك معنا في القناة وتفاعل زر الزرص لكي تتوصل دائما بالجديد فهذه القناة توجد كل ما يخصك في الأسواق المال كلها ليس فقط في الكريبتو فمرحبا بكم في هذا التجمع الجميل في أسواق المال طيب هذا هو شرط شرط البيتكوين الآن كما تعرفون البيتكوين في سعر الثلاثة واربعون ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون الحمد لله الأشخاص الذين كانوا متتابعين قناة نبيل كستان قلت لكم عندما كان السعر في الخمسة وعشرون دولار عفوا خمسة وعشرون ألف دولار قلت لكم أن البيتكوين سيكون في أسعار فوق الأربعة وثلاثون ألف دولار هناك بعض الأشخاص قالوا كانت موجة من السوقية بصراحة قالوا لا يمكن الآن نحن في هبوط والبيتكوين سيكون في الثمانية ألاف دولار وبعدها اللاعب بهم البيتكوين لعب كبير وأقوله الآن يا عزيزي لكن أكون معكم صريح جدا بالنسبة للعملات يجب على الحفاظ على قيعان شهر عشرة يعني يعني ويصغي لي جيدا أهدافك في العملات إن شاء الله إن شاء الله أقل شيء ستكون مئتين في المئة وبعد هذا أكيد ستكون لدينا نظرة أخرى لبيتكوين سوف أضعها لكم إن شاء الله في فيديو جديد فبالنسبة للإتنين وخمسون ألف كما سئلت بشكل كبير فلا تأتيني رسائل على التليغرام فبصراحة لكي أكون معكم صريح جدا وأبين لكم الآن الكلام عن الإتنين وخمسون دولار لم يحن وقته بعد لكن أكون صرحاء لم يحن وقته بعد أول شيء أول شيء لكي نتكلم عن الإتنين وخمسون ألف يجب أن نتكلم أول أن يتحقق هذا الشرط الشرط هو أو هذا الشرط هو يا عزيزي اختراق الثمانية واربعون ألف لا يمكننا الحديث الآن عن الإتنين وخمسون ألف قبل أن يخترق سعر البيتكوين الثمانية واربعون ألف فلهذا رجاء لا تستعين كثيرا ببعض المحللين هناك أشخاص يقول لك المئات ألف نعم والله العظيم لاحظتها في منصة الإكس يعني تويتر سابقا لاحظت محللين وعندهم متابعين كثير يقول لك الآن حان وقت المئة ألف لا يا عزيزي هذا السوق يجب أن تكون موضوع بعض الشيء فهذا الشرط الآن يوحي لنا أول شيء أن الحفاظ على هذه المنطقة سيكون تبدو في البيتكوين من هذا السعر العزيزي إلى هذا السعر سامحني عفوا يعني سيكون تبدو من الثلاثة واربعون ألف دولار إلى الأربعة وثلاثون ألف دولار ممكن لكن البشرى هي اختراق سير الثمانية واربعون ألف هذه هي البشرى فإذا لم يختارق هذا السير لا يمكننا التكلم على الاثنين وخمسون ألف دولار بطفية الحال الاثنين وخمسون ألف دولار الآن يقول لك ما هو مستقبل البيتكوين في قادم الأيام والأشهر فجميع الأخبار والتحاليل وأنا دائما ما أقربكم منها تشير على أن هناك صحوة كبيرة في البيتكوين وهذا سيؤثر بالفعل على أسبق المال بطبيعة الحال هناك صحوة هناك أخبار جميلة هناك أخبار عديدة فإن شاء الله أتوقع أن يختارق سير الثمانية واربعون ألف فإذا لم يختارقها نحن هذا السوق يعني ممكن بمجرد خبر سلبي ممكن أن ينحضر البيتكوين وهذا شهدناه وحللناه لكم مسبقا لكن الآن الشرط والأخبار الجيدة تحي لنا بإذن الله أنه سيكون اختراق الثمانية واربعون ألف وهذا بصراحة ما نتمنى وهذا ما يهتمناه جميع متجابعي أسواق المال وبالخصوص العملات الرقمية أتمنى إن شاء الله أن أكون قد أفدتكم بهذا الطرح وهذه الأسئلة التي طرحت علي في هذه الأيام السابقة إذا كان لديك أي استفسارات كيفما كانت عزيزي أتركها لي في تعليق أسفل هذا الفيديو سوف أقوم إن شاء الله بالإجابة على جميع تعليقكم أيضا إذا أردت مراسلتي فهناك الإيمان الخاص به هناك التليجرام هناك الأستوغرام أيضا بالرغم أني لست نشط فيه بشكل كبير لكن إن شاء الله سأقرأ جميع تعليقكم جميع رسائلكم إن شاء الله نحن عائلة واحدة ما يضركم يضرنا ما ينفعكم ويفرحكم أكيد سيفرحنا بإذن الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة